اشتركوا في القناة وعلى أكثر من مستوى بالأمس احتضن البرلمان المغربي لقاءا دراسيا وتواصليا بمشاركة نخبة من الفاعلين السياسيين والأكاديميين والناشطين في مجال حقوق الإنسان وأعلى طاولة النقاش حضرت ملفات استخدمها البرلمان الأوروبي بمنطق الأستاذية ليعكس صورة سلبية عن المملكة وعلى سبيل المثال للحصر حقوق الإنسان وملف بيغاسوس بالدلائل والبراهين أسمعت القوى الحية صوتها لمن يريد في الضفة الأخرى شراكة استراتيجية فيها قيم الحوار والجوار التي طبعت العلاقة المغربية الأوروبية على مدى عقود للحديث عن مخرجات هذا اللقاء الذي يترجم القرار أو الواقع قرار البرلمان المغربي القاضي بإعادة النظر في العلاقات مع البرلمان الأوروبي يصرنا أن أرحب باسمكم بالدكتور العباس الوردي أستاذ القانون العام في جامعة محمد الخامس بالرباط أهلا مرحبا بك هل أخي نوفلوا شكرا على السلافة إذن كما تحدثنا بعد القرار البرلمان الأوروبي وتوصياته المشؤومة كان هناك اجتماع للبرلمان المغربي بغرفتيه وفي هذا الصدد كان هناك قرار بإعادة النظر في العلاقات مع البرلمان الأوروبي وإعادة تقييمها بالأول أمس أيضا كانت هناك لجنة مشتركة ما بين مجلس البرلمان بغرفتيه لمتابعة هذه القضية ولكن أيضا بالأمس كان هناك ندوى ولقاء دراسي وتواصلي فيه القوى الحية فيه من الفاعل السياسي إلى الحقوق إلى الخبراء حتى الذين فندوا كل الأكاذيب المتعلقة ببرنامج بيغاسوس فيه وقائع حية تؤكد إلى أين وصلنا في ملفات عدة التي يتم تسيسها على غرار حقوق الإنسان كيف نظرت إلى هذا النقاش الذي كان فيه كل الأطراف من أجل إصار رسائل واضح على تقبل التشفير ولا التعليل ولا التأويل للطرف الأوروبي بالفعل أخي نوفلف البرلمان المغربي بغرفتيه عبر عن صورة إيجابية وكذلك واضحة توجه الشركة الاستراتيجية لمملكة المغربية الذي هو الاتحاد الأوروبي أولا على أننا نتحدث مع الاتحاد الأوروبي بكل شفافية وكذلك نوجه لمن يهموا الأمر أي برلمانيين الذين قاموا بإشعال فتيل هذه الأزمة المفتعلة تجاه المملكة المغربية بدون مسويخ وبدون دليل إنها البيينة على المدعي واليمين على من أنكر الناتية بمجموعة من الخبارة ومجموعة من الحقوقين مجموعة من الإعلاميين ومجموعة من الساسة ومجموعة من نواب الأمة ليتحدثوا بصوت مرتفع ويقدم الدلائل دامغة على الوضع الحقوقي الإيجابي الذي وصلت إلى المملكة المغربية فهي شهادة حية لا يمكن المغرب أن يتنصل منها لأن المغرب لا ينقل إلى الجانب الآخر والدفال أو الأخرى أخبار الموضوعة وبالتالي فماذا عن البرلمان الأوروبي لا نخص كل نواب الأوروبي لأن حتى البرلمان الأوروبي لم يقطع أو البرلمان المغرب لم يقطع شعر معاوية مع البرلمان الأوروبي تحدث عن ضرورة الإقناع عن تصويخ تلك المزاعم المكدوبة وكذلك نأتي بالدلائل لأن من يؤرخ موقفا ويوصي بتوصية إزاء المملكة المغربية لا بد له من دلائل نقول بيغاسوس البارحة كنا نتحدث عن تجسوس عن مسؤولين وافحين أن رئيس الوزر الإسباني تحدث بلغة مباشرة لا علاقة للمغرب بالبيغاسوس وحتى أصحاب البيغاسوس أكدوا على أنه لا علاقة للمغرب بذلك بطبيعة حال التطور الإلكتروني أو تلك المزعوم من لدني البرلمان الأوروبي مسألة الثانية أخي الكريم هي أن بطبيعة حال كان الأجدار بالبرلمان الأوروبي دي رسالة وجهها كذلك البرلمان المغربي أن يتحدث بلغة اللجنة المشاركة البرلمانية المغربية كذلك الأوروبية هذه المسألة مرتبطة كذلك باحترام مجموعة من الآليات المرتبطة بالتشاور بالحوار بالتعاون فلا مجالة للمزايدة على الجانب الحقوق المغربي الكل يعلم على أن مخرجات لجنة الإصابة المصالحة على أن هناك مجلس وطني لحقوق الإنسان على أن هناك احترام دستوري للحقوق والحريات على أن هناك إجماع دولي من لدون مجموعة من دول العالم وخاصة كبريات الديمقراطية العالمية الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة من دول الاتحاد الأوروبي التي خرجت مباشرة عبر مسؤولين كبار بالتحاد الأوروبي يفندون هذا التوجه ويؤكدون على العمق الاستراتيجي الذي يربطه المملكة المغربية بالتحاد الأوروبي أن تكون لنا غصة تجاه المملكة المغربية كممثلين لأحد التيارات اليسارية أو الراديكالي أنا لا أخص اليساري أو الراديكالي ولكن أن نتشبع بفكر ونريد أن نسقطعها الآخر فلا بد لنا من حجاج ثالثاً مسألة ذكرتني بها في البداية وإقران القول بالفعل فعندما نتحدث بصوت مرتفع ونؤكد بالدلائل الدامغة على التوجه الحقوقي وكذلك على الحياة السياسية المغربية التي وحدت ولازلت توحد بين الأغلبية والمعارضة وأعلى أنه لا مناصة من تقديم الدلائل تجاه المملكة المغربية في تلكمه إشارة أحترام وكذلك التقدير للاتحاد الأوروبي الذي تجمعه علاقة تاريخ لأنه الشرك الأول والاستراتيجي للمملكة المغربية وكذلك الاتحاد الأوروبي يستفيد من الخبرات المغربية في مجال المحاربة الإجراء غير نظامية المحاربة الإرهاب كذلك بناء مجموعة من المشاريع المشاركة قامت صرح وتدشير مجموعة من الأصلحة المرتبطة بدراسة ميدانية حول جموعة من القضايا المسارية إعادة تقييم لا تعني الاتحاد الأوروبي يعني العلاقة مع الاتحاد الأوروبي قائمة ولكن اليوم المقصود والمعني هو البهلمان الأوروبي الذي خرج عن السياق وأيضا بدأ يكيل الاتهامات جوزافا للمملكة المغربية ولكن بالنسبة لك اليوم الوحدة الوطنية التي تتحقق بين مؤسسات دستورية وفاعلين سياسيين فيها وبين قوة حية مدنية من مؤسسات المجتمع المدني والفاعلين الحقوقيين والذين أيضا ازدان اللقاء بمجموعة من التقارير والتي هي تضحض كل الاتهامات والادعاءات بالحجج والبراهين على سبيل المثال ملف بيغاسوس هذا الإجماع صداه وصل أكيد إلى أعضاء البرلمان الأوروبي الذين يصطدون في الماء العكر ولكن السؤال يبقى ماذا بعد؟ والبعدي سيأتي بطبيعة الحال بعد استساغة البرلمان الأوروبي لهذا التوجه المغربي الذي ما يذكر به أولا هذا البرلمان الأوروبي ثم جميع مكونات المنظومة الدولية على أن المغرب دولة تتق في نفسها وتقدم كذلك الدلائل الدامغة على حجية مواقفها وكذلك بنيتها السياسية وكذلك المرتبطة بحقوق الإنسان مسألة التجسس من عدمه فلا يمكننا أن نكيل لأي دولة كيفما كان نوعها هذا الكلمة الانتهامات إلا أن تكون هناك شيء وراء السطاة تتفنيده اليوم من يتحدثون عن مسألة التجسس من البرلمان الأوروبي ذهبوا إلى الدولة المصنعة إنه أساس شركة التي صنعت تلك التقنية وقالوا لها المغرب لا يتعامل معنا ولم نعقد معهم أي صفقات في هذا المجال وقبل ذلك فرنسا حين التهم أن ماكرون يتم تجسس على هاتفه أو حتى بيترو سانشيز التحقيقات أفضلت في أيام معدودة أنه لا يوجد هناك تجسس إذن لماذا هذا التحامل؟ سأجيبك بنفس الوصة أو بنفس اللغة هذا التحامل له مآلته وله كذلك مجموعة من التوجهات التي أصبحت تعادي التوجهات التي تقودها المملكة المغربية في إطار العصر الحديث لأن ربما بعد لا أقول كل بعد ممثلي البرلمان الأوروبي لا ترقهم هذا الوضعية التي وصلت إلى المملكة المغربية هذا لا نقول كمغاربة عندما نتوصل بتقارير كما قلت تفند تلك المزاعم فماذا تنتظر بطبيعة الحال هذه الجحاف العريضة التي أكدت على هذه المزاعم على مستوى هذا البرلمان الأوروبي الذي بالرغم من قراراته الغير الملزمة أو توصيته غير الملزمة ولكن هذا يبقى له تأثير على العلاقات على هم الاعتذار؟ نعم سأتيك بالاعتذار لأنه المسألة أن تقوم بتشويه صمعة دولتي من أي محيطة ما يخلي من كانت وبما فيها المغرب فلا أبدا من تقديم الاعتذار هذا هو أضعف الإيمان لأن المسألة مرتبطة بضرورة أول الاحترام سيادة الدول لأن عندما نتدخل في مؤسسة القضاء عندما كذلك نحاول التشويش على مصار المحاكمة العادلة عندما نذكر أشخاصا بأسمائهم من غير بيغاسوس عندما نذكر بطبيعة الحال قضية غيت كاتر أو غيرها من الأمور التي نحاول أن نزج فيها المغرب هذا مرفوض لكل الرفض من لدون أكبر وأعتاء الديمقراطية العالمية في الإطار القانوني واعتذر عن المقاطعة أن تأتي اليوم وتعرق المسار قضائي في فرنسا لأن هناك دعوة مغربية وجهة ضد وسائل الإعلام التي تحدثت عن مسألة بيغاسوس وفندت المغرب الخبراء التقنيني بكل شيء ولكن المسار القضاء اليوم لم يصدر ولو قرار واحد ضد هذه المؤسسات التي شوهت صورة المملكة المغربية وبادعاءاتها الباطلة وفي نفس الوقت أنت كبرلمان أوروبي تأتي لتنمس بقضية لا زالت لدى المحكمة حول صحفي وتنكر حتى حق الضحايا مشمولين في مجال التسيس حقوق الإنسان فالكيلو بمكيالين قضاءك لا يقرر في قضية كل الحيثيات والدلائل والبراهين وضعت من خلال خبراء ومن خلال المحامين وفي نفس الوقت تمس بمؤسسة قضائية في دولة لا شأن لك بها ولا يمكن لك أن تمارس منطق الأستاذين هذه توصية موجهة أخر كلمية كنا واضحين مع أنفسنا هي غصة توجهها ما وصلت إلى المملكة المغربية لأنه ليس لدينا لا نفط ولا غاز ولكن لدينا الإرادة ولدينا العزيمة ولدينا كذلك المؤسسة الملكية ولدينا الشعب المغربي الذي يريد ويتوق إلى البناء وإلى الاستمرار الاستمرار في تشيير دولة الحق القانون كنا واضحين أن تقوم بكيل هذه الالتهامات وأن لا ترضى على نفسك ما تريده للآخر فهذه السكيزوفرينيا هذا التوجه الذي تعبر من خلاله هذه المؤسسة لأننا لا ننتقدها ولكن نقوم بتقييم الوضع الذي قامت على أساسه هذا البرلمان الأوروبي بكيلة هذه الالتيامات كذلك لماذا لم يتدخل المغرب في موقعات أستراتي استفراء لماذا لم يتدخل المغرب فيما يقع الآن في فرنسا لماذا لم يتدخل المغرب في مجموعة من الواقع ربما تنتظر أن يقبل لك مجموعة من الحقوق والحرية على الأوروبية هي مفروشة بالوردي أبدا وكذلك بالذهب وغيرها من الأمور الثمينة فحتى الحلم الأوروبي كما يسمى فله ما له من الإشكالات حتى الربيع الديمقراطي إذا ما قرننا ذي نسترات الصفرات أو الربيع الديمقراطي المغرب مر من هذه المرحلة بطريقة منمقة وديمقراطية كان فيها خطاب وأن تشهد دستورا نتاليا على مستوى خطاب بطبيعة الحال يوليوز وتحدثنا عن بناء دستوري جديد عن مؤسسة جديدة تحدثنا قبل ذلك كما ذكرت بذلك وفي التذكير إفادة أو في التكرار إفادة هيئة الإنصف المصالحة المجلس الوطني للحقوق الإنسان هذا المجلس الذي انتفض كذلك وخرجه وتحدث عن الحقائق كما هي كذلك أن تمس المؤسسة القضائية التي هي مستقلة بنص الدستور عن سلطتين شريعية وتنفيذية فلمؤسسة القضاء كذلك أن تتابع من قام بتشويه صورتها وبالمحاولة ميناء الكيلي بمكياليني تجاه حكامها التي بطبيعة الحال تنفذ وبطبيعة الحال باسم جلالة الملك من يوجه اليوم؟ هل اليوم بالفعل هذا الطيف السياسي داخل البرلمان الأوروبي الذي صوت على ذلك القرار وكما تفضلت بلا أثر توصية أو توصية بلا أثر قانوني يستقبل اليوم من يصفهم بالأبطال وهم أبطال من ورق في المجال الحقوقي ومن حضر لأمينة حيضر؟ من حضر؟ على مستوى نواب للبرلمان الأوروبي نعم اليوم كان هناك حضور بيت نعم كان هناك بطبيعة حال وقبلها خوية نائمين فقط في طاولة المستدرات نعم لقاء عبر وسائل التواصل حتى البرلمان ربما استشعروا هذا التوجه ربما يكون هناك تراجعات هناك استشعار لأننا تبانى هذا اللقاء الإلكتروني أو عن بعد وكان هناك بطبيعة حال خفوت لذلك التوجه السابق للمعادي لمصالح المملكة المغربية نعم وبالحديث عن هؤلاء وسنعود إلى مسألة تسيس ملف حقوق الإنسان ولكن اليوم هم يمثلون صحيح أحزاب بمرجعيات مختلفة من الخضوري إلى اليساري إلى اليمين المتطرف إلى غير ذلك ولكن في العدد الأمور بدأت يعني واضحة وأن هناك عدد من الانتماءات التي تمثل دول هل هي حرب بالوكالة عبر هذه المؤسسة الأوروبية وبطبيعة الحال من ناحية العددية حتى أنا قمت بعد العملية العددية بيني وبين نفسي قمت بتقسيم عدد الفرق البرلمانية والذين يمثلون فرنسا والذين يمثلون ألمانيا والذين يمثلون إسبانيا والذين يمثلون إسبانيا والذين يكونوا واضحين مع أنفسهم ولكن لا يمكننا أن نقول على أن هذا تعبير لديبلوماسية دولتي من هذه الدول لأن كبقود الخلفية السياسية تحكم وكذلك هناك الصراعات وسجالات حتى داخلتكم الدول استقطابات في إطار مجموعة من البروباقاندات الموجاملة دوني بعض الدول المعادية للوحدة التورابية للمملكة المغربية لكنا واضحين وحتى تلك الموأة البروباقاندات وتلك الموأة كذلك التوجهات الآن هي في صراع مع هذه الأنظمة الأوروبية وأخص بالذكر الجزائر مع الأسف أن كانت حبيبتها فرنسا الباريحة واليوم هي عدوتها وصدعت سفير للتشاور وحتى زجت بتونس في هذا التوجه لكي لا نخرج عن جادة الموضوع مسألة أخرى إذن من الناحية العددية أعتقد على الدول بطبيعة الحال التي يمثلها هؤلاء النواب على مستواهات المفوذة أو البرلمان الأوروبي وأخص بالذكر حتى المفوذة الأوروبية لأن حتى المفوذة الأوروبية دور على أن توجه هذه السياسات الدولية وخاصة مع السركاء الاستراتيجيين خطابهم آخر نعم خطابهم يقول لك القيم والجوار والمسلحة المشتركة لكن لا يمكننا أن نقول الكلمة ونقوم بنقدها في نفس الوقت هذا توجه دولة المغرب الآن يتعامل بكل ثقة وبكل مصداقية وبكل كذلك تؤدى مع الدول الآن ما يحصل مع إسبانيا وبطبيعة الحالة وألمانيا هي مسألة مثباتة بنصي الواقع وحتى المغرب يؤكد من خلالها على أنه يحترم السيادة الإسبانية يحترم السيادة الألمانية أنا أعتقد على الآن هناك سجال حقيقي داخل الاتحاد الأوروبي وهذا يشهد به القاسي والدال قسام نعم لكي لا نقول القسام نحن لا نريد الاتحاد الأوروبي أن يختفي أو أن يضبع عل ولكن فعلا هناك مشاكل عاوصة الآن فرنسا لديها مشاكل بالجملة الآن فرنسا تعيش على وطء صفح ساخن لا على المستوى الاقتصادي ولا الأمني ولا السياسي لذلك تم تخصيص أموال طائلة في عزي الأزمة بطبيعة حال العتاد العسكري وغير ذلك سبب 400 مليون الآن الحرب الروسية الأوكرانية أن تكون البارحة مع روسيا واليوم أن تضد أوكرانيا أن تكون صديقا لروسيا وتمد عدو روسيا بالغاز هذه مجموعة من الإشكالات التي يجب أن نضع على طاولة النقاش كأوروبيين قبل أن نتحدث عنها كبرلمان مغربي وكبطبيعة حال فئات حية حقوقية سياسية إن من جمع الحقوقيين البارحة ومن جمع الساسة ومن جمع المجتمع المدني ومن جمع جميع الأطياف الممثلة لجميع وسائل الإعلام إنها الانتماء للوطن إنها الانتماء للوطن نحن نقول الحقيقة لو كنا نختلف على هذه القضايا لم يجتمعنا تحت قبة واحدة ونقشنا لأكثر من ثلاث ساعات هذا الوضع المترضي الذي لازلنا إلى يومين هذا ننتظر الاعتدار من البرلم الأوروبي لأنه لا ينصف المغرب إلا الاعتدار لأنه مسألة خطيرة تقوم بطمر ما قام به المغرب من تقدم على المستوى الحقوق نحن ليس لدينا لا تحجير قصرين وليست لدينا مخيمات لألعار وليست لدينا مستعمرة وسط الدولة كتيندوف وليست لدينا إشكالات مع فرنسا ولا مع ألمانيا وما الذي إشكاله مع نفسه أن السياسة الخارجية الآن المغربية واضحة لا مع الاتحاد الإفريقي ولا مع الاتحاد الأوروبي ولا مع جميع تنظيمات الإقليمية ولا كذلك مع الأمم المتحدة التي إلى يومين هذا لا زالت تشيد بالحكمة والراوية والتؤادة المغربية في تصريف هذا النوع إلى الإشكالات هذا الطيف السياسي هل لديه مشكلة عقليات؟ بمعنى آخر بأنه اليوم شئنا ما بين المملكة المغربية أصبحت فاعلا محوريا على مستوى القارة الأفريقية أو حتى في شركاتها المتعددة مع بعض القوى الأوروبية والغربية وعلى رأسها أكيد الشراكة اليوم المتجددة متطورة مع إسبانيا التطور الحاصل في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية مع الصيني مع الهندي مع دول فيشيقراد مع مجموعة من الشركاء هل هذا الأمر أصبح يزعج البعض بأنهم يرون في المغرب ذلك التابع الذي لا بد أن يكون لنموه وتقدمه وتطوره حدود وإلا سنقوم بجلب وفتح عدد من الملفات التي سنسيسها بطريقة وأخرى على غرار حقوق الإنسان وغيرها لننال من سمعتكم ولنعرق لتلك المسيرة التي تسيرون فيها أولا المغرب لا يخفي ملفات المغرب له تلك الشجاعة من قام أعيدها المرة الثالثة لأن الثالثة تبدأ لكي نقول الإنصاف المصالحة فتلك جرأة أيما جرأة نتحدث عن كل شيء أن نتصالح وأن كذلك نحدد الحقوق والواجبات وأن نقنن مجموعة من الحريات حرية التعبير حرية الصحابة حرية التجمهور حرية التظاهر وغيرها من الأمور التي تتشابه فيها الديمقراطية المغرية مع الديمقراطية المتقدمة نحن لا نأتي بشيء من المفرع المسألة الثانية نظري التابع والمتبوع هذه مسألة لا زالت متخندقة لدى خاصة القارة العجوز أن من استعمر المغرب ومن استعمر الجزائر ومن استعمر غيرها من الدول المحادية هي الدول الأوروبية التي لا أقول كل دول أوروبية بل هناك بعض الدول من الاتحاد الأوروبي لم تتناسى هذه الحقبة الاستعمارية ولا زال يخيل مخيلة على أنها يمكن أن تصمر بنفس العقلية الآن كل عقلية تلزيل نتحدث عن هذا الحديث الذي يريد منك أن تتعامل معه بندية لا يريد منك أن يتصابق معك أو أن يخالف توجهاتك ولكن أن نجلس على طاولة واحدة ونتحدث بصوت المرتفع الآن نكون نتحدث بكل جرآت ما يقع بين روسيا وأوكرانيا هل المغرب تدخل؟ هل المغرب شنج العلاقات؟ كما شنجتها؟ نقولها بصراحة فرنسا كان إيمانويل ماكرون ذهب إلى الرئيس الروسي قبل ذلك وبعد ذلك توجه إلى زيلنسكي ماذا حدث؟ هذا لا يعبر عن ازدواجية في الخطاب مسألة أخرى هل المغرب يمولوا أي توجه ضد المصالح الأوروبية في أي دولة من الدول؟ لا هل المغرب يجهز على المصالح الأوروبية في إفريقيا؟ لا ما الآن كله يتوجه لطرد مجموعة من الكيانات الأوروبية من داخل وعمق إفريقيا نتحدث عن بوركينافاسو نتحدث عن مالي وغيرها من الدول لماذا؟ لأنه كله ومنه من تلكمو التصرفات التي لازلت إلى يومنا هذا تكرس ذلكم النمط الاستعماري بسألة ثانية أخي الكريم نتحدثوا بلغة القانون المغرب يطبق القانون بحداثر على الكبير والصغير سونا كنت كبيرا أو صغيرا أو امرأة أو رجولا أو مسؤولا وغيرا سوحتين مسؤولين واش نقول المسؤول حيث هو مسؤول لا نعاقبه عندما يقول المسؤول بشيء مجرمين بنصي القانون فيعاقبوا بنصي القانون وبالتالي أن تتحدث عن أشخاص بدواتهم فذلك متوجيه للسياسة البرلمان الأوروبي ضد المؤسسة القضائية المغربية وهذا تدخل سافر لا يمكن أن تقبل به لا فرنسا ولا غير فرنسا من بين الملفات التي قد تكون عجلت بهذه الخطوات التي هي مسلسل مستمر ليس من اليوم ولكن منذ أشهر طويلة جدا قد نقول منذ صيف 2021 بعد أن بدأت بيقاسوس وغيرها من القضايا تظهر إلى العلن ومن ثم دخلت أمور أخرى هل يمكن أن فيها ملف حقوق الإنسان أكيد هل تسارع الخطى فيما يخص قضية الصحراء المغربية هو الآخر أيضا أو جعهم نوعا ما وجعلهم يعني يخرجون عن المألوف ويدخلون هذه المؤسسة الأوروبية التي هي البرلمان الأوروبي في هذا الصراع المحتدم لتشويص صورة المملكة المغربية سأتناول هذا السؤال آخر كريم من نقطته الأساسية أول نقطة الأولى فعلا هناك توجه معادي من بعض الدول ومن بعض الكيانات الإقليمية لتقدم الحافيت الذي عرفه مسلسل سوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية تحت مضلات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن المسألة الثانية كذلك هناك مسألة البحث عن التمويلات التي أنهكت بعض الدول وخاصة دول الاتحاد الأوروبية لا مشاكل في التمويل وخاصة في بعض المواد الحيوية كالغاز أن تعطيني الغاز وأواجه بعض السياسات الإقليمية وأحاول بين قوسية محاولة قد بأت حصارة التوجه والدينامية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية هذا لا يهي بطبيعة حال سننضر لها أوروبيا برلمان جيتس هذا والإشكال سأمر عندهم الجيتس على هذا الحساب لا بد أن أقولها بالدريجة أن يحلوا مشاكل مملوه لأنهم من المتهمون الأول ومشاكل التفقه هذا اتهام وجهة لبرلمانيين في البرلمان الأوروبي هذا شيء مغريب أنا لم أعلاقتي هنا بالبيغاسوس ولا بالجيتس في كاتار أو غير ذلك من المشاكل المرتبطة بإشكالات ما طرحوها في البرلمان الأوروبي إذن هناك توجيه هناك تمويل والكل يعلم على أن بعض الدول تمويل بعض الكيانات من أجل معادلة مصاريح المغرب هذا معروف رغي عروف القاسي والدان وتبرم صفقات حتى وتبرم صفقات شيء بطبيعة حل قد تغاد عنه الزمان وأكل عليه الزمان وشريف مسألة بس أنه نكونه بطبيعة حل مجزيل في أقل من دقيقة أقول على أن البيت الشعري يقول إذا أتتك مدمتي بالناقسين فهي شهادة لي بأمني كامل شكرا جزيلا لك دكتور عباس الوردي وإن أستاذ القانون العام في جامعة محمد الخامس بالرباط الشكر موصول لكم أيضا أنتم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة لكم أجمل تحية إذا ما كنتم إلى اللقاء اشتركوا في القناة